السلام عليكم مرحبا بكم في قناة وضع السيارات النفعية بالمغرب في فيديو اليوم استثناء مقارنة بباقي فيديوهات السابقة بالقناة في فيديو اليوم حاولنا نطرق للمقارنة بين السيارتين النفعياتين واللي كانت تامي وفئة المينيفان الأولى الداسيا دوكير اللي تباعت في دول أخرى باسم رونو دوكير كما أنها توقف انتاجها العام الماضي سنة 2021 والسيارة الثانية لمعنى هي رونو اكس بريس لرجاع انتاجها الوجود بعد انقطاع اليدام لأكثر من 20 سنة انترقوا داخل فيديو لتفاصيل مقارنة من المتغيزاتين لديمونسيون إلى آخر إلى آخرين كما انترقوا لمميزات وعيوب الإكس بريس فان أيضا انتكلموا على 8000 جديد نصخ المتوفرة بها الركز على النصخ الصندوق بالضبط فبداية مع مقارنة الشكل الخارجي للسيارتين ومع الواجهة الأمامية حيث كنلاحظوا اختلاف على مستوى الشكل الأضواء الأمامية بحيث جاج اكس بريس بأضواء أمامية هالوجينية لكن كتوفر على شارة ضوئية بالليد أيضا الفرق على مستوى التموجات المتواجدة على غطاء المحرك الكالوندر ايضا تغير رغم حفاظه على نفس الحجم هذا المرة ولا لوغو رونو على أعلى الكالوندر وكيختار قغيطاء المحرك الصدام الأمامي ما اجرى وشعليه تغييرات ملحوظة مع هذا الشكل أضواء الضباب على جانبه كنلاحظوا أنه الدوكر كتجي مهزو زي شيئا ما على الإكس بريس بحيث كيرتافة الأرض أي الدوكر بحوالية 18 سنتيمتر أما الخلوص الأرضي عند الإكس بريس فهو 16 سنتيمتر فقط وما زلنا مع الاختلافات الشكلية فنجد الإطارات عند الدوكر مشدودين بربعادية لقوجون وإطارات العجالات عند الإكس بريس فمشدودين بخمسات القوجونات بالنسبة للأبعاد فما كانش فرق بين السيارتين فالطول عندهم هو 4 أمتار و 37 سنتيمتر العرض عندهم هو 1.77 سنتيمتر العلو ديالهم هو 1.83 سنتيمتر لكن الإكس بريس الوزن دياله أتقل من الدوكر بما يناهز 100 كيلوغرام ديال الفرق بحيث السيارة الإكس بريس وزن دياله هو 320 كيلوغرام أما وزن سيارة الدوكر هو 1.25 كيلوغرام نمر الآن إلى مقارنة الجانب المحرك فالمحرك ديال السيارتين كينتامي إلى سلسلة دي سي اي او سلسلة محركات دي سي اي الأول اللي عند دوكر فهو بسعة الان سانك لتر 85 كقوة حيصانية لكن المحرك عند الإكس بريس فهو بنفس السيارة نفس سلسلة محركات لكن زيد بعشرة ديال الخيل القوة الجبائية هي نفسها 6 ديال الخيل ناقل السرعات كالقوة عند دوكر 5 يام او 5 نواقل للسرع أما عند الإكس بريس فهو 6 يام او 6 نواقل للسرع استيهلك الوقود عند دوكر ديال من فضل المقارنة فالدوكر أكثر اقتصادا او محرك الدوكر أكثر اقتصادا من محرك الإكس بريس لماذا؟ لأنه استيهلك الوقود عند دوكر كالقوة 5 لترات كاستيهلك وسط المدينة وخارجها في حدود 3.6 لتر الى 4 لترات لكن استيهلك الوقود عند الإكس بريس داخل المدينة يقترب من 6 لترات وخارجها يقترب من 5 لترات الكوبل هنا كنلقوا تفوق عند إكس بريس ورغم انه تفوق طافي فقط الفرق ديال 20 نيوتون متر بين المحركين الخزال الوقود عند الإكس بريس كهز 60 لتر ومرتافئ او اكبر بعشر لترات مقارنة بالرزيرفور ديال دوكر سرعة القصوية بالنسبة للمحركين فهي تقريبا نفسها اي 164 كيلومتر كسرعة قصوية عند الإكس بريس و 162 كيلومتر بالساق عند دوكر اي نفسها بالنسبة للترات فاتبار كلا السيارتين او المحركين جوجهم مزيانين ما كنش اشكال ما كيحش موش طريق لكن كيبقى الغالي بشي انمق المحرك ديال إكس بريس الاخوة المشاهدون نصل الى فقرة مميزات وعيوب هاد المرة اغني ركزوا غير على العيوب المميزات ديال رونو اكس بريس فبداية بالإيجابيات ديالها حيش كلقوا توفر قطع الغيار وبأتمينها مناسبة استيلك الوقود خاصته يعتبر جيد ودهت محرك اعتمادي السيارة اللي مطلوبة في إعادة البيع ديالها كما انها ما كتطعش بزاف من قيمتها في إعادة البيع وذلك راجع لكترة الطالب عليها اما بالنسبة للعيوب او السلبيات خاصتها فكلقوا انها بالرغم من انها الاكتر مبيعا في فئتها وبالرغم من انها السيارة الاكتر مبيعا عند الموزع رونو ببلادينق واللي تباع منها فقط في النسف الاول من السنة الجارية 2022 ما يناهي 6771 سيارة لكن هذه كلها امور لا تحقق خاصية القيمة مقابل السيارة كما كانت تحققها الداسيا دوكار اللي كانت تمانها من خافض شيئا ما اما بالنسبة لكي دولة داسيا دوكار مني كانت في جديد اما حاليا رأى توقف الانتاج دياله اما بالنسبة للسيارة اللي كتنتج محليا دوكار نتكلمه على الاكسبريس واللي تمانا يكيب ده 14 مليون سنتيم خارج مصاريف تسجيل فلا يستوفي الى حد ما قيمة او خاصية القيمة مقابل السعر نجد من بين العيوب واحد المشكيل اللي غير مؤمم عدل جميع ملاك هاد السيارات هو سمعت صفار بخلف السيارة واللي غالبا كتسبوه هاد الصوت اعجلات الاحتياط بالنسبة للنسخ المتوفرة بالفان او الاكسبريس صندوق عدنا جوج نسخ الخاوي الليف واللي عامرق الاكسبلور نحاولو نركزو الى الاختلافات بينهما فالاكسبلور اللي زيدق في عدد وسائل هوائية بحيث كالقامل نجوج وسائل هوائية مقابل وسادة هوائية وحيدة عند الليف او نسخ الليف الاكسبلور اللي زيدق بنظام الو اس بي اللي زيدق بنظام ليدو دي ماغا جون كوت اللي زيدق بالكليمة يدوية او مانيال ايضا هاد الاكسبلور اللي زيدق بالكخون تاكشيل زيدق بمحدد السرعة زيدق مرايا او بخاصية المرايا الجانبية الكهربائية كذلك زيدق بالباغ دطوع اعلى او بصقف الاكسبريس بالنسبة الفرق بين هومق او بين هاد جوج نوسخ كيتحدد في 7000 درام ديال الفرق مصاريف تسجيل تحدد في 5000 درام و 254 درام اما من اراد سباغا ميطاليزي فالثمان ديال سباغا ميطاليزي تحدد في 90 الف ريال او اشتركنا على نهاية فيديو اليوم مرحبا بارائكم واقتراحاتكم بالتعليقات كما ارحب بشدة باسئلتكم شكرا على اشترككم بالقناة دمتم في امان الله وحفظه سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة